تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم رسالة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون نقلها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري بطان لعمامرة وحمل جلالته خلال استقباله في قصر بسمان الزاهر الوزير لعمامرة تحياته إلى الرئيس الجزائري متمنيا للجزائر وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار وأكد جلالة الملك عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والحرص على تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات وأشدد جلالته على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الأمة العربية هذا واتناول اللقاء جملة من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات كانت على رأس المباحثات التي أجراها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وأشؤون المختربين أيمن الصفدي مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في عمان اليوم استعرض الوزيران الخطوات والأليات لتعزيز علاقات التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة والموقع بين البلدين ومما فيها اتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة في عام 1997 والاتفاقية الطبية كما بحث الصفدي والعمامرة القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بالإضافة للأزمتين السورية واليمنية والتطورات الأخيرة في ليبيا أقر مجلس النواب في جلستين عقدهما في صباح ومساء اليوم سبع مواد من مشروع قانون الأحزاب لسنة 2021 بعدما صوت على تقديم مناقشة قانون الأحزاب على القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى المجلس وافق في مشروع القانون الذي سيعمل به بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها والنص على منع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته ومنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي عندما نضع قانون اسم قانون الأحزاب السياسية بافترض أن تكون بيئة سياسية وليس محاولة شيطنة الأحزاب السياسية في بلدي وأن تكون بيئة حزبية صالحة للمستقبل لتكون حكومات برلمانية حزبية لكن للأسف كل ما ورد على لسان الحكومة بالتعديلات كانت تحذر من التجاذبات الحزبية حتى حرمت الأحزاب من ممارسات الولاية العامة فيما لو استلمت الحكومة وأنا أقول لن تستلم حكومة من هنا إلى خمسين عاماً للمستقبل أضم صوتي إلى صوت الزملاء الذين طالبوا ببيئة ممكنة تساعد على تسخين الأجواء السياسية ليصبح الأردنيين أكثر رغبة في العمل الحزي وأيضاً أقول لو لهم تتوفر هذه البيئة الممكنة فإن ذلك مدعا للتمسك بالإصلاح لأن الوضع على ما هو عليه يحتاج مننا إلى أن نتمسك بهذين القانونين القادمين بكل ما أوتين من قوة قانون الأحزاب وقانون الانتخاب واحد وأربعين مقعد في مجلس الأمة تتنازعها ثمانين حزب رايح بكرة يكون كل حزب له مقعد وتشتت العمل الحزبي ولن يكون هناك أغلبية في البرلمان يجب إعادة النظر في عدد المؤسسين وعدد المنتسبين للأحزاب أربعون ألف إصابة في فيروس كورونا ونسبة فحوصات إيجابية تجاوزت العشرين في المئة هذه أبرز مؤشرات جائحة كورونا في الأردن خلال الأسبوع الوبائي الممتد من السادس والعشرين من الشهر الماضي وحتى الرابع من الشهر الجاري ووفقا للتقرير الوبائي الأسبوعي الذي باشرت وزارة الصحة بنشره اعتبارا من اليوم فقد تم تسجيل سبع وتسعين وفا وتسعة وثلاثين ألفا وتسعمائة وتسع وسبعين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي وتم إجراء أكثر من مائة وستة وتسعين ألف فحصا مخبري بنسبة إيجابية تجاوزت العشرين في المئة عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستفعات بلغ ستمائة وثلاث حالات في حين وصل عدد الحالات النشطة إلى نحو ثمانية وستين ألفا وفيما يتعلق ببرنامج التطعيم الوطني فقد بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا أكثر من أربعة ملايين وستمائة وثلاثة وتسعين ألفا مقابل أكثر من أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثمانين ألفا تلقوا الجرعة الثانية في حين بلغ مجموع الذين تلقوا الجرعة الثالثة أكثر من خمسمائة وستة وسبعين ألفا في ضو استعدادات الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان والمقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري عقدت الهيئة اليوم لقاء توعويا مع مؤسسات المجتمع المدني في العاصمة عمان حول دور المؤسسات في دعم العملية الانتخابية استعرض خلال اللقاء إجراءات الهيئة في التوعية والتثقيف كجزء من تطبيق نهج الاتصال والتواصل تأكيدا على دور الشركاء العملية الانتخابية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني في مسيرة الإصلاح السياسي والانخراط بالحياة السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص هذا الاجتماع كان صريح وكان هناك فيه يعني طروحات عميقة جدا فيما يتعلق بكيف يستطيع المواطن الأردني كيف نحرك المواطن الأردني المشاركة بالعملية الانتخابية وطبعا تحدثنا أن مؤسسات المجتمع المدني عليها دور وهي شريك رئيسي وهذه قضية مجتمعية وطنية هو حث الناس على المشاركة بالعملية ولا يوجد طريقة ثانية للإصلاح والمشاركة السياسية بدون الذهاب إلى صنوات الاقتراع الحضور وجه الأصابع إلى مخرجات العمليات الانتخابية مجريات الانتخابات هناك لديهم شعور وعدم ثقة بمخرجات الانتخابات وهذه طبعا قضية كبيرة والمجتمعية الكل علي أن يدرسها ويعمل على تفاديها هو العمل من أجل مشاركة الناس بالحياة السياسية أكد مدير الأمن العامل لواء ركن حسين الحواتم على جاهزية دل أو الجاهزية العالية لدى جميع منتسبي الأمن العام والتي امتازت بالتنسيق والتكامل في الأدوار بين كافة الوحدات والتشكيلات وبما يوفر سرعة الاستجابة والقدرة على اتخاذ القرار في كافة الواجبات الطريقة أو الاعتيادية وبيّن الحواتم خلال زيارته اليوم مديرية شرطة محافظة في إربد أن مديرية الأمن العام بتشكيلاتها كافة أنها جميع الاستعدادات العملياتية واللوجستية الهادفة لصون حقوق المواطنين وحماية العملية الانتخابية المقررة في الثاني والعشرين من آذار الجاري استطلاع رأي جديد لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول رأي الأردنيين بالسياسة الخارجية أظهر أن القضية الفلسطينية هي الأهم لديهم وجاء في الاستطلاع أن الأغلبية ممن شاملهم الاستطلاع يعتقدون بأن الاحتلال الإسرائيلي هو الدولة الأكثر مسؤولية عن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وجاء الاحتلال الإسرائيلي على رأس الدول التي يراها الأردنيون تشكل تهديدا للوطن العربي تليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بنسبة أقل كما خلص الاستطلاع إلى أن الأردنيين بشكل عام غير مهتمين بالسياسة ولا يعرفون من يصنع السياسة الخارجية في الأردن أكثر من نصف الأردنيين ما يعرفوا إذا أنهم راضين ولا مش راضين عن السياسة الخارجية الأردنية لأنهم لا يعرفوا وأنا مؤشر ليس جيد يعني العادة مثلا طبعا هو عدم الرضا عن أداء المؤسسات العامة في الدولة الأردنية عالية بس أنه بكونوا أكثر من نصف مش عارفين إذا راضي ومش راضي يعني متحير كثير الأردنيين ما في شبوس لواضحة عنده وتاليا نتابع أبرز ما جاء في استطلاع الرأي الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعات الأردنية ترجمة نانسي قنقر تعد منطقة أم الرصاص من أبرز المناطق السياحية لاحتوائها على أكبر اللوحات الفسيفسائية المكتشفة في الأردن إلا أنها وبحسب سكان المنطقة بحاجة إلى اهتمام أكبر لجذب السياح على الرغم من أن الأردن يعد من البلدان التي تشكل السياحة مصدر دخل لها إلا أن بلدة أم الرصاص التي تبعد سبعين كيلو مترا عن العاصمة عمان جنوبا غائبة عن خارطة السياحة رغم وجود أكبر مجمع للكنائس في المملكة فيها كما تحتوي على حقل فسيفسائي ناذر الناحية الفنية للموقع والرصاص أنها تمثل من أجمل الأرضيات الفسيفسائية في الأردن والشرق الأوسط من حيث الترتيب ومن حيث المساحة حيث أن كنيسة إستفونس أو مجمع القديس إستفونس تقريباً عشرين متر في خمسة عشر متر كبير كنيسة وجميعها يوجد فيها صور وكتابات تاريخية تعود لفترة نهاية الفترة الأموية بداية الفترة العباسية هذه الصفة الأرضية في ذلك فقط إذن تشير إلى التسامح الديني الإسلامي المسيحي في هذه الفترة البنى التحتية والخدمات المساندة للمواقع السياحية والتاريخية تعد من أهم روافد الجذب السياحي وهنا في أم الرصاص تبدل سيدات المجتمع المحلي جهوداً كبيرة لمحاولة جذب الاهتمام بهذه المواقع التاريخية لكن تلك الجهود لم تفلح باستقطاب السياحي بسبب عدم إدراج الموقع على برامج مكاتب السياحة والسفر حاولنا أن نشبك مع وزارة السياحة أن نقدم خدمات الزائر إلى المنطقة طبعاً خدمات مستوحة من تراثنا خلينا نحكي تراثنا الاجتماعي وتراثنا التاريخي بالمنطقة فالحمد لله يعني استفادت السيدات في الجمعية من خلال الكافيتيريا في مركز الزوار لتقديم الخدمات الطعام والشراب للسائح بشكل متكامل لدينا الموقع معروف بالتراث العالمي فإحنا متساءل أنه لماذا هذه المنطقة؟ لماذا الزوار يجوها هنا على المنطقة؟ مع أنها تراث عالمي ومعروف كلا السياحة أكثر إشي بس إحنا بنساءل أو بنطالب أنه لازم يكون مثلاً تسليط ضوء عليها أكثر للمكاتب السياحية يتعرفوا على المنطقة يجوها يعني يروجوا للمنطقة حتى إحنا نستفيد منها مطالبات متكررة لأهالي منطقة أم الرصاص والمجتمع المحلي بإدراج هذا المكان الأثري على خارطة السياحة من خلال إدخاله ضمن البرنامج السياحي للزائر الأجنبي وذلك لوجود أكبر اللوحات الفسيفسائية المكتشفة في الأردن فضلاً عن أهميته الدينية والتاريخية اشتركوا في القناة